اختتم نادي الشارق الرياضي الثقافي المسابقات القائمة ضمن كأس نادي الشارق للإبداع الثقافي في عامه الثاني الذي أقيم مساء الأربعاء في مقر النادي بمشاركة 37 مشاركا من أندية إمارة الشارق والجامعة القاسمية وجمعية حماية اللغة العربية وتضمنت مسابقات الكأس مسابقة القرآن الكريم والشعر والإنشاد لتأتي الجامعة القاسمية على رأس الجهات الحائزة على أكثر المشاركات والمراكز المتقدمة ومنحت كأس نادي الشارق للإبداع الثقافي الذي يعزز دور النادي في رفض العمل الثقافي ليكون في طليعة الأندية المعنية بالنواحي الثقافية على مستوى الدولة